اشهد حسن عبد الربو مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي بالمستوى الذي يقدمه الفريق في بطولة الدوري مؤكدا ان الفريق يسير بشكل جيد نحو الابتعاد عن منطقة الخطر في مسبق الدوري المصر الممتاز وقال حسن عبد الربو في تصرحات ازعية وجود جهاز فني من ابناء الاسماعيلي سيكون كلمة السر في تطور الاداء والنتائج خلال الفترة القادمة فالجهاز الحالي يجد دعما قويا من الجماهير ونبز الاقصى ما لدينا ونحن نصق في عودة الاسماعيلي الى المنافسة على الالقاب والبطولات من جديد وفي عودة لاعبينها لمنتخب مصر واضاف حمزة جمع المدير فن كبير بدليل التطور الذي حدث في النتائج بعد الفوز على المصر البرسعيدي وسيراميكا كلوباترا ويستعد الاسماعيلي لخوض مباراة البنك الاهلي المقرر لها الاحد المقبل على السادة الاسماعيلية ضمن مباراة الجولة العشرين من بطولة الدور الممتاز ويحتلل اسماعيل المركز السادة عشر في ترتيب الدوري بدرسيد سبعتاشر نقطة جمعها من الفوز في اربع مورايات وتعدل في خمس لقوات واحرز لعبوها اربعتاشر هدف وتلقت شباكو اتنين وعشرين هدف ترجمة نانسي قنقر شكرا